السلام عليكم من ماشيونتين الاخبار. كل سنة ومتوا طيبين بس الاول بمناسبة رمضان. رمضان بكرا ان شاء الله فكل سنة ومتوا طيبين. هنتكلم على ايه النهاردة؟ هنتكلم على السوفت وير اللي نحن نشتغل به في المشروع. نبدايين بس السوفت وير انت هتلاقي عندك في المحاضرة فيه عندك كزا سوفت وير كزا برنامج عندك بيكس فور دي عندك اي جي اي سوفت عندك ميش روم عندك كزا حاجة. انا نهاردة هشرح لك واحد منه. عايز او هاشتغل على واحد منهم عايز تشتغل بيه تمام مش عايز تشتغل بيه مفيش مشكلة بس انت البرامج التاني اللي انت عايز تشتغل بيه ده لازم تبقى عارف هتتعامل معه ازاي حاجات بسيطة تبقى عارفها فيه فانت تدخش على اليوتيوب تكتب مثلا اسم السوفتوير وتشوف انت هتتعامل معه ازاي انا النهاردة هاشرح على اي جي اي سوفت لان انا شايفه سهل ما فيهوش حاجات كتيرة يعني زي ما احنا هنشوف مع بعض ان شاء الله فتمام يعني انا هشرح عليه اه انا هفضل معاك اه من ساعة ما انت بتنزل السوفتوير لغاية لما اطلع اللي احنا طلبينه في المشروع ان شاء الله تمام كده طيب اه السوفتوير اللي انا هاشتغل بيه هو اي جي اي سوفت فانا كل ما اعمله هدخل على جوجل اكتب اي جي اي سوفت في السيرش هيجي لي اول حاجة دي هدخل عليها هيفتح لي الصفحة الرسمية بتاعة البرنامج هروح عن داونلودز ويندوز ستاندرد اديشان ويندوز لو انت عندك بقى ابل اخش على ماك تمام اه هو هنا بيقول لك مكان المكان اللي انت هتعمل فيه بتاعك هتختار المكان واندوس طبعا انا منزله عندي قبل كده فانا هدوس كانسل تمام بعد كده زهية دي دا المكان دا اللي انت لسه منزله حالا دلوقتي دوس دابل كليك بعد كده ران هيفتح لك الويندو دي دوس نيكست هنا دي مش هتظهر لك ليه لان انا اصلا منزله قبل كده فمنزله قبل كده بيقول لي انت منزله قبل كده هيبقى عندك انستول هتدوس انستول والبرنامج هينزل معك انا بس فيه اختلاف لان انا اصلا منزله قبل كده تمام خلاص اتبط البرنامج مفروض ان هو نزل معك اول ما تفتح البرنامج بتاعك مش هيفتح لك الويندو دي على طول هيفتح لك كده ويندو تانية في الاول تغايرة كده بيقول لك ايه بقى فيها البرنامج دي جماعة بفلوس فانت المفروض ان انت بتشتري البرامج دي فهو اول ما تفتح الويندو دي هيقول لك دخل اللي بيبقى موجود مع مثلا البرنامج ده لما انت اشتريته ده في حالة ان انت اشتريته او هو هتلاقي مديلك كده تاني اوبشن ان انت تستخدمه تلاتين يوم بعد التلاتين يوم ده البرنامج بيوقف او ان انت تشتغل بيه عادي بس هيشيل من البرنامج شوية خصائص كده ايه مش هتقدر ان انت تشتغل بيه فانا عملت ايه انا اشتغلت بيه تلاتين يوم وانتو مش هتحتاجوا البرنامج اكتر من تلاتين يوم فانت تلاتين يوم هتلاقي نفسك خلصت الدنيا كلها زي ما احنا نشوف مع بعض اه وخلاص كده ممتش محتاج السوفت وير تاني تمام طيب اه هتعمل ايه هتختار انت تلاتين يوم خلاص هتلاقي انا عندي هنا برضو تلاتين ايه دايزليفت لان انا لسه ننزله النهاردة بعد ما تختارت تلاتين يوم هيجيل اربعة ايه الوجهة دي طيب ايه اللي احنا طلبينه اصلا في المشروع اللي احنا طلبينه في المشروع ان انت عايزين كل جروب يصور مبنى بالموبايل بتاعه ويطلع علينا ثريدي موديل يعني موديل كده ثريدي للمبنى ده الموضوع يبان ان هو صعب وضخم لكن انت لما تشوف اللي هيحصل هنا هتتحكي طيب بعمل القصة دي ازاي بعد ما خلاص عملنا القصة دي بقى اللي هي الستطب والكلام ده هتروح هنا عند وورك فلو انت خلاص صورت انت مفترض ان انت خلاص صورت واعيز تشوف بقى ثريدي موديل هتروح عند وورك فلو هتلاقي هنا اد فوتوز اللي هو ان انت عايز بقى تدخل الصور بتاعتك فهتدوس عليه طبعا هيسألك على المكان اللي فيه الصور بتاعتك طبعا ببقى ان انا كنت عين الفترة اللي فاتت دي فانا اا كان فيه جنبي علبة بنادول صورتها اا صورتها بقى كزا صورة اا عايز بس اوريكم مثلا الصور انا صورت ازاي مثلا ايه عندي بص دي مسلا ايه علبة البنادول فصورتها كزا صورة بص انا بعمل لها سكان من فوق لتحت يعني انا كأني ماشي بالموبايل طبعا دي حاجة زغيرة فده سهل لكن بالنسبة للمباني بقى الكبيرة هيبقى الموضوع اصعب شوية ماشي بقى بعلبة البنادول دي من فوق لتحت وبعد كده ايه مشيت يمين شوية وبعد كده مشيت يمين شوية تمام فانا ايه ماشي عمال اصور كل حتة في العلبة البنادول دي تمام فحاجي هنا عند البرنامج هختار الصور بتاعتي كلها من اول صورة لغاية اخر صورة تمام او انا هنا اختارت صورة واحدة فهختار تاني معلش اد فوتوز من اول صورة خالص لغاية اخر صورة وادوس او هيحمل لي الصور كلها كان لبالك ان انا بتاعة البنادول دي يعني علبة علبة دوة انا صورتها في كم صورة صورتها في خمسة وستين صورة تمام يعني علبة دوة انا صورتها في خمسة وستين صورة تمام او انت عندك ستة وستين علشان في ده فهما خمسة وستين صورة علبة دوة فانت متخيل المبنى بتاعك هيبقى كم صورة فانت ايه يعني هتصور كده حابة تصور حلوين للمبنى بتاعك اه في عندك اه كزا يعني كزا طريقة انت ممكن تستخدمها في ان انت تصور المبنى بتاعك يعني احنا عايزين دلوقتي نصور فخلاص نصور احنا في النزولة الواحدة هنصور مبنى كله يعني في ناس كزا ناس بعديتلي بتقول لي احنا صورنا مثلا حابة النهاردة عايزين نصور حابة بكرة يعني ده مش ده مش كويت انت لازم تصور يستحسن يعني تصور في نفس الوقت ونفس الاضاءة ونفس الموبايل ونفس كل حاجة معايا كده يعني نفس الموبايل بنفس الاضاءة فانت النزلة الواحدة تصور بيها المبنى كله خلاص في عندك بقى كزا طريقة ان انت تصور اما مثلا تاخد اعمل الاثنين يعني اعمل الاثنين واللي طلع معاك 3d model عشان ما تنزلش كل شوية تصور اعمل الاثنين في نفس النزلة وشوف اللي هيطلع معاك 3d model احسن ان انت تصور دور دور يعني انت مثلا هتمشي المبنى مثلا هنا هتمشي تصور الدور الاول طبعا هيبقى فيه overlap بين الصور يعني هتوقف كده بالموبايل وتصور وبعد كده تاخد خطوة تصور تاني خطوة تصور تاني وهكزا لغاية لما تخلص الدور الاول كله طيب بعد كده تطلع للدور اللي فوقي هتطلع للدور اللي فوقي انت بس هتميل الموبايل اللي فوق شوية تمام بحيث ان انت تجيب الدور اللي فوقي هيبقى فيه side lab مع الدور اللي تحت وهيبقى فيه overlap طبعا بين الصور اللي في نفس الدور تماما تقلصوا الدور ده تطلع للدور اللي فوقي وهكذا ده اسلوب في التصوير فيه اسلوب تاني ان انت الشرايح بدل ما تصور دور دور كده والشرايح تبقى بالعرض تبقى الشرايح بالطول تمام ده اللي أنا عملته اللي هو ايه ان انت تصور مثلا التلت شبابيك اللي على الشمال دول الأول لو المبنى مثلا تتدور تصور التلت شبابيك اللي على الشمال دول الأول وبعد كده تمشي الخطوة تصور التلت شبابيك اللي بعدهم اللي علي منهم فتبقى الصورة الوحدة متاخدة الشريحة تبقى واخدة 3 دوار جزء من 3 دوار مع بعض الصورة اللي بعدها جزء من 3 دوار تانين فاهمين يبقى الشرايح بالطول بدل ما هي الشرايح بالعرف فاهمين قصدي ده اللي انا عملته هنا وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي هقولكو ازاي فانا بعد ما دوست workflow وبعدين دوست add photos خلاص كده هدوس عند workflow خلاص انا دخلت صور بتاعتي هدوس عند align photos ايه align photos دي هنشوف دلوقتي هنا بيسالك على accuracy بتاعتك انت خليها medium تمام انا كنت بخليها medium اه بتاعها medium تمام وده كده دوس ايه دوس اوكي وهنا بيعمل ايه ال align دي اللي هو دلوقتي عايز يربط الصور ببعضها عايز يخلي يعرف انت صورت ازاي يعني الكاميرا كانت فين والصور بتاعتك كانت فين وهكذا تمام اه بعد ما انت يعني طلعت الصور وعملت كل حاجة هو بقى ايه هيبدأ يربط يعني مين الصور زي ما بقولك ده ال align دي اللي هو عايز يعرف مكان الكاميرات فين وعايز يعرف الصور علاقتها ببعض ايه عشان يطلع لك شكل هنشوفه دلوقتي طبعا هو هيخد اه وقت شوية فاحنا ممكن مسلا نوقف كده لشان انتم متتعطلوش معنا طيب اه دلوقتي خلاص هو طبعا هو اخد حبة كده خد بتاع خمس دقيق ولا حاجة اه خمس دقيق دي علشان بس ايه او عشر دقيق مش فاكر يعني مهم ان هو اخد شوية وقت بس عشان ايام الحوار ال align ده طلع لي ايه طلع لي point cloud بالمنظر اللي انتم شايفينه ده تمام طيب عايز بس اقول لكم حاجة شايفين شايفين المستطيلات الزرق دي المستطيلات الزرق دي اللي هي ايه مستطيلات الزرق دي اماكن الكاميرا وانا بصور يعني بالموبايل هي دي اماكن الكاميرا فانا كنت بصور شايفين شرايح بالطول يعني صورت الاول فوق وبعد كده هنا وبعد كده المستطيل ده وبعد كده المستطيل ده تمام اللي جنبه صورت دي وبعد دي وبعدين دي وبعدين دي. هنا صورت ده وبعدين ده وبعدين ده وبعدين ده. هو ده اللي هو بيعمله. هو عايز يعرف مكان الكاميرا فين? وعايز ان هو يخرج نقط من الصور يعني الصور دي يعمل منها نقط. شايفين الاسم اللي هو بتاع البنادول ده هتلاقيه اا طبعا هو بتحكم بيبقى ايه? ركم شوية. فلكن هتلاقوا يعني اسم البنادول ده هتلاقوه ظاهر شوية. تمام? طيب. طبعا الشكل كده مش مش معبر عن اي حاجة زي ما انا بقول كده ايه? مش معبر عن مش هتقدر تشوف الوبجيكت بتاعك وهتلاقي المنظر بتاع المستطيلات ده تخبه اصلا البوينت كلاود بتاعك. طيب عايزين نعمل ايه بقى? هنروح عند وورك فلو هنقول له بلد دينس كلاود. هو يعني ايه بوينت كلاود يا جماعة? بوينت كلاود معناها زي ما انت شايف كده اي دي لو قربت منها. هتلاقيها مجموعة من النقط شايف? مجموعة من النقط كتيرة جدا. فانت الوبجيكت بتاعك بقى مجموعة من النقط كتيرة جدا. فعشان كده هم بيسموها بوينت كلاود. سحابة من النقط. كل نقطة من دول المفروض ان هي لها احتسيات. تمام? النقط دي كلها مع بعضها بيكونوا الوبجيكت بتاعك. عشان كده اسمها بوينت كلاود. طيب احنا عايزين بقى نخلي الشكل ده احسن شوية. فهنعمل بلد دينس كلاود. تمام? الكواليتي هتبقى ايه بتاعتك? انت عايز ميديم. لو انت اللاب بتاعك يعني شديد شوية. هتخليها بقى التراهاي. زي ما هو بيجي يعني ايه? زي ما كانت موجودة كده هتخليها التراهاي. تمام? اه طبعا يعني ايه? انا كنت جربت في انتوا عارفين ان اللاب بتاعي اه جامد جدا. سكشان عشرة بزي تعرفي موضوع ده. وبيعلق اصلا في البرزنتيشن. يعني لما باقي اعمل البرزنتيشن اللاب ما برضوش يفتح. فانا بالنسبالي ايه? اشتغلت اشتغلت لو تقريبا او ميديا مش فاكر يعني. لكن انت لو اللاب بتاعك مساعدك خلاص خليه التراهاي واشتغل بقى ايه? مع نفسك. وهتدوس ايه? اوكي. لما تدوس اوكي بقى. هيبدأ العملية ان هو يعمل لك بلد للدينس كلاود. دي بقى اللي بتاخد وقت. يعني هي دي اللي بتاخد وقت. يعني انا دي خدت مني في الخمسة وستلتين صورة خدت مني تقريبا ما يقارب الخمس ساعات او الاربع ساعات ونص. تمام? اربع ساعات ونص عمال يعمل البوينت كلاود. علشان يطلع معي بقى? يعني لما يطلع دينس بوينت كلاود خلاص لما عمل لها بلد. بعد ما يعمل لها بلد هتدوس على الايكون دي. شايف الايكونة دي? اللي هي مكتوبة على دينس كلاود دي هتتفتاح لك. بعد ما انت تعمل بلد دينس كلاود دي هتتفتاح لك. فانا اقعد معي اربع ساعة ونص. الاوتوت بقى نهائي? شايفين? تهي بقى الاوتوت النهائي. حاجة امتال جميل شايفين? اهو. ده الباندور. العلبة بانت اهي. طبعا بدل من منظر بقى اللي كان ظاهر انه كان كل النقط مش معبرة والبتاع الكاميرات دي مخبية ومش عارف ايه والكلام ده كله. اهي. جاب لك تقدر بقى تتحرك اسمه 3d model علشان انتوا شايفين ان هو ايه? model 3d. اهو اقدر اتحرك فيه زي ما انا عايز. تمام كده? طيب. اه بص. لو قربت كمان هتلاقي الكلام ايه? تمام. الكلام ده يعني هيتعامل بالموبايل عادي جدا. يعني هيتعامل بالموبايل. انا مش معي ايفون سيرتين برو ماكس ولا اي حاجة. انت انا معي موبايل عادي جدا. سامسونج عادي جدا. نفوش اي مشكلة. وخلي بالك كمان ان انت الصور. الكلام اللي احنا بنقوله ده. في الاوت دور يعني لو انت بتشتغل في الشوارع وبتصور مبنى او بتصور شجرة او بتصور اي حاجة. بيتطلع نتائج احسن كتير جدا من الان دور. لان الان دور انت محكم بقى بالاضاءة النيون واضاءة مش عارف ايه والكلام ده كله. فالدنيا ما بتبقاش حلوة يعني. لكن في الاوت دور. في الاوت دور. الاضاءة بتاعتك. بتبقى احسن كتير جدا نتيجة الشمس والكلام ده كله. فهتطلع لك نتائج المفروض ان هي احسن. من الان دور يعني. طيب فيه طبعا هنا فريمات. يعني شايفين هنا هتلاقوا فيه شوية نقط كده ضربة طايرة كده. يا عم تطلعها لي مش مهم انا قابلها. وطبعا البتاع اللي هو كانت عليها عيل بيت الدواء دي باينة برضو مش مش كويسة برضو ما فيش مشكلة ايش طاعة. انت بس تطلع الموضل كده طبعا دي عيل بيت الدواء. فالموضوع يعني انا بقول لك خمسة وستين صورة خدوا معينا اربعة ساعت ونصف. فهي دي بقى المشكلة. هو ده اللي بياخد وقت. فانت بدل ما تصور مثلا وتدخل الصور. يعني تصور مثلا باسلوم. او تصور المبنى في نازلة. وبعدين ترجع تجرب على السوفتوير. كاللي بالك ان انت ممكن يعني الليمت اللي الدكتور حطه اللي هي الميت صورة. هو الدكتور حطه علشان الحتة دي. ان انت لو زودت عمية الموضوع هياخد وقت معك كتير. فعايز تزود عمية تمام بس يعني الموضوع هياخد شوية وقت. كنت عايز اقول لكم اه. فانت لما تنزل يعني هتطلع النتائج بعد مثلا اربع ساعات خمس ساعات ست ساعات ايام كان. النتائج لقيت ستري دي موضل ما عجبكش. فهتضطر ان انت تنزل تاني. يعني موضوع ان انت مش هيبقى معك لاب وانت بتصور هتقوم ايه مدخل الصور على اللاب وتجرب يطلع معك الموضل تقول اه لا اه تمام كده الصور حلو. لا الموضوع بياخد وقت. فانت مش هين فهتطلع الموضل في نفس الوقت اللي انت بتصور فيه. فعشان كده بقول لك صور كتير. عشان لما تروح يبقى معك بدايل. البدايل دي لما انا صورت بالاسلوب الفلاني البدايل دي لما صورت بالاسلوب الفلاني. تمام كده? وخلي بالك ان انت ممكن يعني في نفس الوقفة تصور كزا صورة. يعني الشريحة الواحدة تصورها بدل مرة تصورها تلات اربع مرات وفيش مشكلة. وبعدين تتحرك الخطوة. وبعدين تصور تاني. وبعدين تتحرك وبعدين تصور يعني مش لازم في كل تصور صورة واحدة. لأ عادي انت ممكن تصور كتير قوي في نفس الوزيشن وبعد كذا تتحرك. بس تخلي بالك ان انت في المقابل العداد بيزيد بتاع الصور. تمام? فده في الاخر كده الـ 3D موضل بتاعنا. تمام? بس في الـ 3D موضل ده. يعني نقط بوينت كلاود برضو. فانا انا عايزه يبقى سيرفس. يعني انا ده لو انا قربت منه كده. انا طبعا علشان انا يعني ده كان او. يعني انا ده ده كنت عامله سيرفس اصلا. تمام? يعني انا ده الخطوة بعد بعد البوينت كلاود. لكن انت لو قربت زي اللي فاتت دي. يعني لو قربت كده. حتى بعد الدنس بوينت كلاود. هتلاقيها برضو ستيل ايه شوية نقط. فانا عايزة اخليها بقى كلها على بعضها كده سيرفس واحد. اوبجكت واحد. يعني حاجة واحدة. فاهمين قصدي? مش عايزة اخليها نقط متفردة. فانا عايزة اعمل السيرفس ده. عامله ازاي? السيرفس ده حاجة اسمها مش. فهتقوم رايح عند الوركفلو. هتقوم ايه البيلد مش. البيلد مش دي. يعني اسألك بقى انت عايز السورس بتاعتك ايه? والكلام ده انت هتيب كل حاجة زي ما هي. ودوس اوكي. تمام? ده بياخد وقت برضو. بس مش زي طبعا انه هو بيعمل البيلد للدينس كلاود. بياخد وقت. تمام? اه اللي هيجي لك بقى هنا حاجة اللي هي الستريدي موديل دي. دي هتبانى عندك بعد ما انت تعمل المش دي. بعد ما تعمل السيرفس. تمام? طيب. اه خلاص انا كده خلصت. خلي بالكم انا كده خلصت خلصت. هو ده الاوتوتوت اللي مطلوب منك. انتوا شايفين احنا عملنا ايه? احنا دوسنا اول حاجة وركفلو. اد فوتوز. وبعد كده اللاين فوتوز. وبعد كده بلد دينس كلاود. وبعد كده بلد مش. خلص خلصنا. او ده البروجيكت الفضيع اللي هو اخد دوشة. تمام? هنقوم خلص احنا كده خلصنا. عايزين بقى نعمل سيف للسيرفس بتاعنا ده. فنروحين هنا عند فايل. اكسبورت. اكسبورت موديل. اكسبورت موديل دي مش هتتفتح لك. غير لو انت عملت المش. غير لو انت عملت الشكل ستري دي مش هتتفتح لك. يعني انت لو عامل دينس بوينت كلاود هتلاقي دي مقفولة زي اللي تحتها كده. لما تعمل المش هتلاقي دي تفتح لك. هتقوم دايس مثلا الكسبورت موديل. وتختار الفورمات اللي انت عايزه. عايز احنا اختار ياما اوبجيكت ياما فيه الواي. يدي. يدي. تمام? مفيش مشكلة. عايز تختار اي واحدة مفيش مشكلة. اختار اي واحدة عشان كده تعمل اه للموديل بتاعك. تمام? كده احنا خلصنا المشروع اللي مطلوب مننا. طيب. اه طبعا هادي كان كان سابعت لي. كان بيقول لي ان احنا عايزين نمشي في الريبورت علشان نشوف برضو هنكتب ايه والكلام ده كله. فاحنا ما نقدرش نزعل هادي وعايزين باردو نقول له مبروك على شبكة البنج اللي هو جابه. ماشي هادي? نزيني صيبتك. اه الدكتور منزل تيمبلت على على البلاك بورد. تيمبلت للريبورت اللي انت المفروض تصوره. تيمبلت يعني حاجة فاضية كده. انت المفروض ان انت هتملاها بقى. اه وتيمبلت للبريزنتيشن. تمام? خلينا نمشي في الريبورت لان الريبورت هو اللي ايه مليان شوية. هتروح هنا هتلاقي ايه الانوان بتاع اسم المادة وبعد كده اسم البروشيكت. هنا هتحط اسم الجروب وهنا هتحط ايه بتاعك. وهنا هتحط الاسماء الناس اللي في التيم طبعا ما يزيدوش على خمسة. والايد بتاعه او البنش نومبر بتاعه. تمام? بعد كده هتلاقي حاجة اسمها الابستركت بيقول لك ايه? يعني باختصار انت هو هو بيقول لك كده في 200 كلمة. يعني انت اوصف المشروع بتاعك ده من الاول للاشكر كده في 200 كلمة. هتوصفه ازاي? هتقول ايه هي الفوتو جرام تري? بس تجدمها في ايه? المبنى بتاعنا كان ايه? المواصفات بتاعة الموبايل اللي احنا صورنا بيه كان الموبايل كانت باختصار كل حاجة باختصار عشان كل ده هتدخل فيه بالتفصيل بعد كده. الموبايل كان الموديل بتاعه كزا. الصور بتاعتنا مسلا فيه مثال عليها مسلا تقوم هتوطلو فيجار وان. والريكونستراكتب بوينت كلاود اللي هي البوينت كلاود اللي اتفاق لك. تمام? بعد كده ده اللي هو الفيرس بتاعنا. طبعا هم تصدت صوف احياني. الانترو دكشن بيقول لك ايه? دي المقدمة بيقول لك. يعني في المقدمة دي هتكتب اه اه ايه هي الفوتو جرام تري والابليكيشنز بتاعتها. الابليكيشنز بتاعتها زي ما احنا مسلا كنا قلنا في اول سيكشن خالص ان انا ممكن اتخدمها في الانترو بريتيشن اللي هي الترجمة. عايز اعرف مثلا كام فدان من كل محصول معين. اريا بحيرة معينة. بتاع. الكلام ده كل كل اللي احنا قلناه في اول سيكشن ده. هتكتبه من ضمن بتاعت الفوتو جرام تري. الكلام ده ياخد منك مسلا ايه? بيقول لك ايه? ياخد منك اكتبها. تمام? بعد كده بيقول لك الميسيدولوجي يعني طريقة اللي انت هتستخدمها في المشروب بتاعنا. الستاذي ايريا يعني بيقول لك المبنى اللي انت هتصوره. اه مكانه فين? فانت مسلا انت عندك دي الكلية بتاعتنا هتعمل دايرة على المبنى اللي انت مختاره. او المبنى اللي هو طلعلك يعني في التأسيمة. وهتروح مسلا عند جوجل ايرس او جوجل مابس او اي حاجة تاخد للمبنى اللي انت اللي انت مفروض هتشتغل عليه. تمام? بعد كده بالتفصيل بقى احنا كده بنشتغل التفصيل بتاع الابستراكت اللي هو كان فوق ده هنمشي فيه بتفصيل. الكاميرا بقى سبيسيفيكيشنز يعني مواصفات الكاميرا بتاعتك انت هتقول والله ان الموبايل بتاعي الموديل بتاعه كزا. طبعا احنا بنصور بموبايل واحد. محدش يصور بكزا موبايل. عايز تجرب بكزا موبايل. يبقى كزا موبايل دول تاخد بهم المبنى كله. يعني الموبايل الواحد يتاخد بيه المبنى كله. لكن مش موبايل يكمل على شكل التاني. لا. فيش عب اسمها كده. تمام? فانت هتقول هنا خلاص انت تستخدم الموبايل ده. هتقول الموديل بتاعه وال بتاعت الكاميرا والفوكل لينت. الفوكل لينت ده هتعرفه برضو عادي من مواصفات الكاميرا بتاعت الموبايل. عادي. لو دخلت شفتم مواصفات الموبايل بتاعك اللي موجود فيها الفوكل لينت. تمام? طيب السوفتوير. اه هنا السوفتوير ده اللي هو بيقول لك السوفتوير اللي انت تستخدمه سواء اي حاجة. والتولز اللي انت استخدمتها في السوفتوير طبعا احنا شفنا التولز الفضيع اللي احنا استخدمناها هم كانوا اتنين ولا تلاتة بين. فهتاخد سكرينشوت للتولز دي. وتقول كل واحدة بتعمل ايه? تمام? دخلنا بعد كده على طول في الريزلت والديسكوشن. الكاميرا الكاليبريشن اللي هو لو انتو فاكرين الكاليبريشن دي. اللي هو اللي هكتب اقول لكم ان هو بيعرف مكان الاكس نوت والواي نوت والفوكل لينت. الفوكل لينت كده كده بيبقى موجود في الكاميرا سبيسيفيكاشي. طيب الاكس نوت والواي نوت. اللي هي الكاليبريشن يعني الانتيريور اورينتيشن. دي هتبقى محتاج ان انت تعمل بسيط كده على على جوجل. تعرف الانتيريور اورينتيشن ده بيتعمل ازاي? وتكتب كلمتين على الانتيريور اورينتيشن. هتلاقيهم بيصوروا كذا يعني كذا مجموعة صور كده يعني عملية كده يعني هم بيصوروا كذا مجموعة صور علشان يعرفوا الاكس نوت والواي نوت. فانت زي ما انا بقول لك كده يعني احنا ممكن نتكلم في القصة دي في السيكشن. يعني حتة الكاميرا كاليبريشن دي هنعملها ازاي? انا بقول لك اعمل سيرش. وافهم بيتعمل ازاي? واكتبوه. اكتبوه في الريبورت. تمام? وممكن نشرحها بالتفصيل في السيكشن. طيب الريكون استراكتب بوينت كلاود بيقولك شوي الريزر. بس انت كل اللي انت هتعمله طبعا انت مش هينفع ان انت تحط اا حاجة زي دي كده بتلف وبتاع في الريبورت. فانت كل اللي انت هتعمله مسلا هتاخد سكرين شوت من هنا وهكال تلف شوية مسلا. هتاخد سكرين شوت تانية وتلف سكرين شوت تالتة وهكزا يعني. فايه الريبورت العدد الصفح بتاعه عادي يعني عاديه عن ستة مفيش مشكلة. اا نتيجة السكرين شوت. تمام? طبعا هيبقى مترقم. يعني انت مسلا ان هو هنا دي صفحة رقم اتنين. صفحة رقم تلاتة. متطابق مع الفيرس اللي انت عملته ده. يعني انت بعد ما تعمل الريبورت تزبط الفيرس بتاعك ده. او ممكن انت تزبطه ان هو اوتوماتيك يتجير يعني. بس دي انت تبقى رخمة. فانت ممكن انت بعد ما تعمل الريبورت تحط الفيرس وزبط على اقام الصفحة. تمام? ايه الايباليواشن? لو انتم فاكرين كان في المحاضرة اللي هي كانت بعد كان الدكتور قالك ان انت عايز تعمل للموديل اللي تلالك ده. بمعنى انت دلوقتي عندك مبنى. المبنى ده انت هتاخد بقى المتر. انت مسلا عايز تعمل للبوينت كلاود او المبنى ده ليه باب. الباب ده مسلا عرضه متر ونص. العرض بتاعه مسلا متر ونص. فانت هتاخد هتعرف المتر ونص دي ازاي? هاي بزا ما انا بقول لك هيبقى معاك متر. هتقيس عرض الباب. عرض الباب هيبقى متر ونص. فحتروح بعد كده على التريدي موديل. طبعا انت هيبقى عندك زي ما هو كاتب لك كده هيبقى عندك ثلاثة اضلاع تعمل بهم الشكل. مثلا عرض الباب عرض الشباك طول اي حاجة اختار اي ثلاثة اطوال رايبين وتعمل تقسهم بالمتر على الحقيقة لشوفهم كام وتصور بالمتر. يعني انت ممكن مثلا في الريبورت تحط صورة للاياس بتاع المتر على للباب ده ولا حاجة. تمام? وبعد كده هتروح للسريدي موديل اللي تطلع لك. هتقيس العرض الباب ده يعني لو ده الباب مثلا هتقيس عرض الباب ده في التريدي موديل قد ايه? لو طلع متر ونص متر واربعين كده يعني حوالين المتر ونص تمام ما فيش مشكلة. لكن لو طلعته مثلا اثنين متر او طلعته نص متر كده في مشكلة. كده التريدي موديل مش بيمثل الموجود على الارض. فكده انت عندك مشكلة. تشوف بقى انت هتنزل تصور تاني اخترت عملت حاجة في المفروض ان انت في نسبة للسوفت وير ده ما يبقاش عندك يعني ما فيش اوبشنز اصلا انت تغلط فيها. فانت كده في عندك مشكلة مثلا في التصوير. او في مشكلة في الاكيوريسي وهو بيعمل انت مثلا. انت اخترتها لو. فانت عاليها شوية مثلا اللي ميديم. اخترتها ميديم عليها بقى شوية كمان لهاي. تمام? بس الكلام ده طبعا هياخد وقت. فانت لو انت عندك مشكلة في الايسات دي جرب ان انت تعالي الاكيوريسي بتاعتك. وشوف. التجارب دي هي اللي بتاخد وقت. تمام? هنا اه هتحط اللاين سيجمانت مثلا هتقول ان هو عرض الباب. هنا عرض الشباك. هنا اي حاجة طول الشباك مسلا. هتقول الديستانس على الريل اللي هي المسافة اللي بالمتر اللي انت استعال حقيقة. والديستانس اللي تلاقيك في الريكونستراكتر موديل. في السريدي موديل اللي هو طلعه. هنا طلع كام وهنا طلع كام. تمام? هنا اه بيقول لك لو انت استخدمت اه مراجع حط المراجع ميندلي ده اه ده جالبا سوفتوير يعني اه اه ميندلي سوفتوير او ده سوفتوير بتستخدمه علشان تعمل ايه اه للريفرنس بتاعك. يعني ان انت تحط تعمل يعني للريفرنس بتاعك. فانت لو استخدمت اي ريفرنس زي ما انا بقول لك كده عشان تعمل مثلا الانتيريوروريانتيشن. انت هتعمل سيرش على النت. وتشوف الموضوع بيتعمل ازاي. حط الريفرنس اللي انت قرأت منه هنا. تمام? اه هنا بيقول لك تحط الكاميرا الريبورت اللي هو بتاع الانتيريوروريانتيشن. وهنا الـ point cloud reconstruction report. انت لو فيه مسلا في سوفتوير ثانية بتطلع لك report. للريكونستركشن. الريكونستركشن point cloud وحطها في الابندكس. كده احنا قطينا كل حاجة في المشروع. بالنسبة للبريزنتيشن. البرزنتيشن نفس الريبورت ده. بس الفكرة في ايه? ان انت في البرزنتيشن مش بتحط كل حاجة. يعني انت مسلا انت عندك هنا في الكاميرا انت هتغطي ليكتير. اه في السوفتوير انت هتغطي ليكتير. يعني الانتروديكشن دي صفحة لوحدة. لا الموضوع في البرزنتيشن ان انت بتختصر الريبورت ده في البرزنتيشن. يعني هتشيل شوية من الريبورت ده شوية حلوين يعني. يدوب بس عشان تحط حاجة في البرزنتيشن تفكرك انت هتقول ايه? تمام? فهي مش هتجيب كلام جديد. فهو الريبورت هو الاصعب اصلا. تمام? وهتشوف برضو افتح البرزنتيشن اللي الدكتور منزلها. هتلاقيبا هي هي نفس الريبورت. بس طبعا مش هتبقى فيها كم الكلام الكتير اللي موجود في الريبورت. تمام كده? فاحنا كده السوفتوير خلص. زي ما قلت لكم. انا عايز يستجدمه تمام. الا مش عايز يستجدمه برضو. براحة ما فيش اي مشكلة. ولو في اي حاجة وقفت معاكو. ااا يعني في السكشن تبعتو لي اي حاجة. انا ان شاء الله معاكو يعني فيش اي مشكلة. تمام? كل سنة تطبيبين. والسلام عليكم.